اشتركوا في القناة لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه ومولاه نراجع سوية ما يمكن أن يحدث من أخطاء في هذه الصفحة وقالوا هذه وممكن أنه تفخم الواو لأنه جاورت ألقاف المفخم وارتبأ أولا لأنها مفتوحة بعدها ألف تقول خطأ وقالوا وقالوا وتكوير الشفتين في القاف وهذا أيضا خطأ وقالوا هذه لدينا هنا كسرات احرص على الكسرات جيدا الذال والها ثم لدينا مدصلة كبرى لأنه بعدها همزة أنعام هذه أنعام نون مظهرة لأنه بعدها عين وأسمع صوت النون المظهرة لا أقطع صوت النون أنعام ميم تنوين ضم ثم هنا ضم ثم بعد ذلك إدغام وضم الشفتين أنعام وحرث حاحا هناك خطأ الذي ممكن أن يحدث في كلمة حرث أنه تفخم الحال لأنه جاورت ألقاف المفخم الرأس ساكنة قبلها مفتوح تفخم وتقول وحرث خطأ وح وحرث وخلي الرأى مستقرة لا تقول وحرث هذا خطأ وحرث الرأى خلي الصوت مستقر فيها وهي من أحرف التوسط للعمر ثن حجر تنوين حى إظهار وحرث حجر حجر حي كسرة الحى جي من قلقلة قلقلة صغرة في وسط الكلام الرأى مفخم لأنها مضمومة جاء بعدها لام إدغام بغير غنى نأكل التنوين حجر حجر لا يطعمها من غير مسك للام أن تقول خطأا حجر لا خطأ يطاعة لا تقول يطاعة تفخم اليالي أن جاورة الطاء المفخم مرتبة رابعة وهي مقلقة لقلقة لصولة في وسط الكلام يطعمها إلا من نشاء نون مع نون إدغام نشاء لا تقول نشاء لا تقلل صوت الألف نشاء بزعمهم الهمزة ضمت شفتين كسرة الباء وكسرة الميم والها من كلمة بزعمهم العين تقلقلها خطأ بزعمهم خطأ العين حروف القلقة لقطب جد والعين ليس فيها والعين من الخطأ أن تقلقلها وخاصة إذا سكنت بزعمهم هكذا يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لنعمر وأنعام مرت معنا حرمت هنا راء مراققة ممكن أنه تفخم من غير أن تنتبه أو أنه تكرر تقول حرمت أو تقول حرمت خطأ الحاء مراققة وراء مراققة مكسورة فرققها حرمت ظهورها هل انتبهتم إلى كيفية همس التاء التاء مهموسة في الوسط والوقف حرمت حرمت ظهورها هكذا الضاء مفخم مرتبة ثالثة لأنها مضمومة ونضم الشفتين فيها وفي الهائي وفي الواوي وفي الراء ظهورها ظهورها والراء مفخم لأنها مضمومة وأنعام مرت معنا إضغام هنا بغير غناء وأنعام لا من غير مسك اللام يذكروا يذكروا ذال ضع أصابعك مقابل الفم فإذا نطقت الذال فكان هناك هواء يلامس الأصابع فهذه ذال خطأ تدرب على أن تخرج ذالا بصوت من غير نفس لأنه رخاوة يذكرون لا تفخم الكاف يذكرون خطأ الكاف مراقق والراء مفخم لأنها مضمومة يذكرون اسم الله لا تقول اسم الله بما أنه جاء مفتوح قبل اسم الجلال الله تفخم اللام الميمو مراققة اسم الله نبدأ بهمز القطع مكسور لأنه كما ترون ثالث الكلمة ثالث حرف مفتوح اسم الله عليها يا ساكنة قبلها مفتوح يا أولين اتقلنا من الهاء المفتوحة إلى الفاء لأنه لدينا همزة وصل عليها افتراء عليه الفاء تحتاج إلى هوا لك أن نسمع صوتها مخرج الفاء ضعيف الراء مفخم لأنها مفتوحة والألف تتبع الراء لا تفخم الهمزة افتراء عليه وبدأنا بهمز القطع مكسورة لأنه لدينا افتراء الحرف هنا مفتوح والياء من كلمة عليه ساكن قبلها مفتوح يا أولين سيجيزيهم جيمو قلق لقلق لصخرة في وسط الكلام سيجيزيهم سيجيزيهم كسرة الزاي والها اكسرة جيدة ميم مع البايخ ف سيجيزيهم بما كانوا يفترون يفترون ف والتاهنة ممكن أن تفخم لأن جاورت الراء تقول يفترون خطأ يفت يفترون الراء مفخمة لأنها مضمومة وقالوا مرة معنا في البداية لا تفخم الواو القاف مفتوح بعدها أليف مفخم درجة أولى مرتبة أولى وقالوا ما في بطوني هذه الأنعام بو طو ممكن أن تقول بطو بطو تفخم الباء من غير أن تشعر لأن جاورة الطا المفخمة مرتبة ثالثة بو طو بطو بطوني هذه الخطأ بطو بطو هذه الأنعام مرت معنا كلمة الأنعام وهنا ألام قمرية لأنه بعدها حرف الهمزة من الحرف القمرية خالصة الخاء مفخم مرتبة أولى لأنه مفتوح بعدها أليف والصاد مفخم مرتبة ثانية خالصة هكذا خلص الحروف المرققة من المفخمة لذكورنا تنوين للمعن إضغام بغيره هنا نأكل التنوين من غير أن نمسك اللهم خالصة لذكورنا خالصة خالصة لذكورنا لكسرة اللهم لا تنسها والرأم رقق مكسورة ومحرم لا تقول ومحرم لا تفخم الحاء ومحرم الرأم مفخمة لأنها مفتوحة من تنوين بعد التنوين عين إظهار على لا تقول على على أسمع بعض القراء يقرؤون على على أزواجنا زا صفير ويجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس جينا كسرة الجيم أزواجنا وإن يكن نون مع اليا إضغام لا تجعلها صوت يا صافي وإن يكن خطأ وإن يكن نون مع الميم إضغام يكن ميتة ميتة انتبه إلى الساكنة قبلها مفتوح يا أولين ميتة فهم تنوين مع الفا إخفاء كما أوضحت في المحاضرات السابقة فهم الها ومضمون نظم الشفتين فيها الميم مظهرة فهم فيه نسمع صوت الميم فيه كسرة الفا والها شراك الشين مرقق الرأم فخم الرأم مفتوح شو وليس شورا شو شو خطأ شو شوراك هذا النبر لنقف على الهمزة بقفل الأوتار الصوتي ونسمع صوتها سيجزيهم سيجزيهم ونجزيهم ونكسر الزاي مقلقة صغرة في وسط الكلام والزاي والها مكسور لا تختلص الكسرات زيهم سيجزيهم وصفهم ميم سمعتم صوت الميم مظهرة وصفهم الخطأ وصفهم و وصفهم الصعاد أصلا مرتبة رابعة من مرتبة التفخين فتفخم الوا خطأ أو الفا تقول وصفهم خطأ و و وصفهم ميم مظهرة في الوقف والوصلي إنه لا تمط الكسر إنه خطأ إن إ عفوا إنه حكيم عليم حكيم عليم كسرات الكاف واللام وتنوين مع العين إظهار قادة خاسيرة لا تقول قادة خاسيرة لا تكبر شفتين قاع مفخم مرتبة ثانية دال مقلقة لقلقة لصرة في الوسط الكلام قادة خاسيرة خاسيرة الخا مفخم مرتبة ثانية س ر ر مفخم للمفتوح اكسر السين الذين لا تمسك اللام الذين خطأ الذين كسرت الدال جيدا قتلوا قاف مفخم مرتبة ثانية قتلوا لا تقول قا قتلوا لا تكبر شفتين قاتلوا أولادهم هنا لدينا متجائز منفصل بمقدار حركتين أوربع وخمسة أولادهم سفهم إقلاب تنوين مع ألباء بغير علم ساكنة انتبه عليها قبلها مفتوح ري مراققة بغير غين مفخمة مرتبة ثانية علم كسرة العين علم تنوين علم وحرم تفخم الحاء هذا خطأ لأن جاورة الراء المفخم مفتوح وحرموا ما رزقهم الله ميم مضموم رزقهم طبعا الراء مفخم لأنه مفتوح القاف مفخم مرتبة ثانية لأنه مفتوح بما أنه جاع مضموم قبل اسم الجلال الله تفخم اللام من غير أنه فخم الميم رزقهم خطأ رزقهم الله رزقهم نبدأ بهمز القطع مفتوحة الله هنا وحرموا ما رزقهم الله افتراء انتقلنا إلى الفا لأنه همزة وصل الفا يجري فيها صوته والنفس أسمع صوتها جيدا ثم الراء مفخم لأنها مفتوحة والألفة تبع الراء لدينا تنوين على الهمز بعد تنوين عين اظهار افتراء على الله أيضا مفتوح قبل اسم الجلال الله تفخم اللام من غير أنه فخم على على الله خطأ على على الله قد يضل هنا دال وقلقلة قلقلة صغرى ضل ضد مفخمة مرتبة ثانية القاف مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة قد يضل وما كانوا مهتدين تسمع إلى صوت الهاب اهتزاز البتارة الصوتية خاصة هي ساكنة تتجل الصفات في الحروف الساكنة يجري فيها صوته والنفس مهتدين دال وكسورة وهو الذي ها مضمومة وهو وهو الذي لا تمسك اللام أذى المكسورة أنشأ جنات معروشة معروشة ثقلق للعين خطأ معرو معروشة أرى مفخمة لأنها مضمومة وغير ولا تقول وغير لا تنبر على الياء الياء يا أولين ساكنة قبلها مفتوح خليها في بالك الغين مفتوحة إذن مفخمة مرتبة ثانية معروشات والنخل والزرع معروشات أيضا العين لا تقلق لها والنخل نون لا تقول والنخل والن تفخم لأن جاورة الخاء مفخمة مرتبة رابعة الخاء يجري فيها صوت والنفس انتبه لهذا والنخل لا لا تقول والنخل لا تفخم الله إياك والنخل بس فقط بس فقط الخاء مفخمة مرتبة رابعة قبل الأخيرة والباقي مرقب والزرع والزرع دائما نحرص على أحرف الصفير زي 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 سين والزرع الراء مفخمة لأنها ساكنة قبلها مفتوح مختلفا ميم مضموما ثم خاء لا تسحب ضمة الميم إلى الخاء تجعل الشفتين مضموما من الميم إلى الخاء خلص مخ مختلفا هكذا الخاء مفخمة مرتبة رابعة كما مر معنا في كلمة والنخل أوكله كلها مرقب ولا تقول أوكله كلها مرقب أكله أكله والزيتون والرمان متشابه والرمان كما لاحظتم والزيتون اللامات هنا اللامات الشمسية الزاي والراء من الأحرف الشمسية الراء مفخمة لأنها مضموما ولا تقول والرمان لا تكرر هذا خطأ الميم مشددة فيها غنة متشابها كسرة الباء وغير مرت معنا وغير معروشات وغير يا ساكنة قبل أن نفتوح يا أوليد والغين مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية متشابه متشابه كسرة الباء ونقف علىها ساكنة مهمو سيجري فيها صوت والنفس كولو 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 هكذا ليس كولو 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 من ثماريه من نون ثاء إخفاء أذهب إلى مخرج الثاء من كسرة مين ريه راء مرققة مكسورة والها أيضا هنا سوف يكون مد صلة كبرى لأن جاء بعدها همزة حركة نوع 4 و 5 ثماريه إذا أثمر أث أث هواء أثمر راء لا تقول أثمر مراء تفخم المين لأن جاورة الراء خطأ ما أثمر وآت حقه هنا وآت حقه تفخم الحال لأن جاورة القاف وهذا خطأ القاف مشدد القاف ساكنة قاف مفتوح القاف الساكنة مفخمة مرتبة الرابعة القاف المفتوح مفخمة مرتبة ثانية يوم حصاده أيضا هنا تقول يوم حصاد حا انتبه حا مرقق صاد مفخمة مرتبة أولى صاد مفتوح بعدها ألف حصادي كسرة الدال ونقف علىها ساكنة مهموسة وإجر فيها الصوت ولا تسريف اسمع السين في أجريان الصوت ونفس وصفير ولا تسريف ماذا لا تسحب ضمة التال مضمومة إلى السين تسريف هكذا وراء مرقق لأنها مكسورة إنه لا تسحب كسرة الهمزة تجعلها تمط هيا أن إِنَّهُ خطأ إِي انتهى إِنَّهُ لَا يُحِبُّ حِي حِي كسرة الحاء المسريفين لام أنا طولت على شأن تركز لا تأكل اللامات لا يحب المسريفين لا يحب المسريفين طيب أين اللام يجري فيها الصوت ادخل فليذهب اللسان إلى مخرج اللام الصحيح لا يحب المسريفين المسريفين ميم مضمومة سين ساكنة لا تسحب ضمة الميم إلى السين الساكنة سين يجري فيها صوت والنفس ومن أحرف الصفير والراء مراققة للمكسورة واكسرها واكسر الفاء بعدها ومن الأنعام مرت معنا حمولة وفرشا حمولة كل حروفها مراققة وفرشا لا تقول وفا وفرشا لأن جاورة الراء المفخم الراء ساكنة قبل مفتوح مفخمة فالفاء مراققة والشين مراققة وفرشا وفرشا هكذا نقف عليها بمد العوض حركتين كولوا وليس كولوا كولوا مما كسرة الميم مما رزقكم الله رزق الراء والقاف مفخم القاف من حرف الاستعلاء وراء مفخم لأنها مفتوحة رزقكم لا تقول رزقكم لا تفخم الكاف رزقكم الله بمن وجاء مضموم قبل اسم الجلال الله إذن تفخم الله من غير أنه فخم الميم من كلمة رزقكم تقول خطأ رزقكم الله مو خطأ رزقكم الله ولا تتبعوا بيعوا كسرة الباء خطو خطو ركزني على ضمة الطا والخا والخا والطا مفخم مرتبة ثالثة الحرفين من حروف الاستعلاء خطو خطو خطواتي ضمة شفتين سي لا تهمس خاصة التان مكسورة أقولها دائما وأرددها الهمس يكون لطيف جدا في التاء المتحركة خطواتي الشيطان الشيطان في ناس بتقرأ الشيط يفخم الشين واليا هذا خطأ الشين واليا المرقق والطا هو المفخم مرتبة أقول لي النوم مفتوعة بعده وأليف الشيطان أسمع صوت النون عندما أقف على النون إنه مرت معنا لا تمطل الكسرة النون فيها غنى لأنها مشددة لكم مي مظهرة إنه لكم عدو مبين عدو عدو عندك عندك هنا مشددة ثم ضمة ثم إدغام عدو مبين كسبة ألباء سبحانك اللهم بحمدك أشهد لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك ما كان من توفيق وصواف من الله وحده وما كان من خطأ وسهل أو نسيا فمنه ومن الشيطان واستغفر الله لي ولكم كان معكم نوريد إبراهيم الموصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته